استعرض الدكتور محمد معيت وزير المالية تقرير متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية الحكومية ووجه معيت بضرورة استمرار التنسيق مع المسؤولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق القواعد المقررة وأهاب الوزير برؤساء الجهات الإدارية التي أفادت بانتهاء الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي